تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أقيم الملتقى الطلابي لمبادرات إنسانية في نسخته الثانية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة وتم تنظيم الملتقى من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة انطلق الملتقى الطلابي لمبادرات إنسانية في نسخته الثانية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة الذي نظمته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعبر سعادة وزير التربية والتعليم في كلمته خلال الملتقى عن اعتزاز وزارة التربية والتعليم بشراكتها البناءة والمثمرة مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في هذه المسابقة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد بتنسيق ما بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ووزارة التربية والتعليم تم تنفيذ مشروع مبادرات إنسانية الذي يستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة وطبعا يعطي هذا المشروع المجال والفرصة للطلبة لإنجاز الأعمال الإبداعية والمنافسة من خلالها مع بقية الطلبة في المدارس الأخرى طبعا المراكز الثلاثة الأولى التي فازت قدمت أعمال متميزة ولكن أيضا جميع المشاركين في بقية المراكز كانوا أيضا متميزين من حيث الأعمال التي قدموها كما ألقى سعادة أمين عام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كلمة شكر فيها سمو الشيخ ناصر بن حمد على دعمه للشباب البحريني ولجميع مبادرات المؤسسة الإنسانية مؤكدا حرص المؤسسة على تنفيذ أفضل المبادرات في الفترة المقبلة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع بما يعزز أطر الشراكة المجتمعية اتزاما مع 25 عامة ألتولي سيدي جلالة الملكة الله يحفظ المعظم مقاليد الحكم في البلاد نحتفل باليوبيل الفضي واليوم يأتي هذا الملتقى حقيقة احتفالا بهذه المؤسسة وهي أحدى الثمارات المشروع الصلاحي واحدى الثمارات يعني المنجزات سيدي جلالة الملكة الله يحفظ اللي بالفعل اليوم مؤسسة ملكية العمال الإنسانية لم تعود تقدم المساعدات الآخرين بل هي مؤسسة تنموية مؤسسة مجتمعية تقدم الخير للمجتمع ثم قدم عدد من طلبة المدارس فقرة تمثيلية بعنوان فينا خير ركزت على الأدوار الإنسانية للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية طبعا قيمة التبرع هي قيمة سامية ونحن خلال هذه المبادرة نسعى إلى تعزيز هذه القيمة وأظن أن التبرع هي ملتصفة في أي شخص بحريني أحب أن أرحب باسم المشروع اللي هو أنت الأمل والفكرة الأساسية من المشروع هو توفير عربة طعام أو شراب أو يعني عربة تتبعون أي إنكان لأفراد المجتمع فتنقسم العربة إلى يعني قسمين أول قسم راح نعطي الفرصة لكل الموهوبين اللي أحنا اختاريناهم أن يعرضون منتجاتهم والقسم الثاني راح نعطي فرصة لواحد من الموهوب أن يعني هو يتواصل مع الدباء ومشروعنا هو عبارة عن أول منصة علامية تطوعية تضم بين المترجمين لغة الإشارة المتطوعين ومن لديهم مهارات علامية ونقدم المحتوى العلامي بلغة الإشارة بعدها قام سعادة وزير التربية والتعليم وسعادة الأمين العام للمؤسسة الملكية بتكريم الفرق الطلابية الفائزة في المسابقة وتكريم جميع المنسقين في المدارس ولجنة التقييم والفريق الإداري وسلم سعادة أمين عام المؤسسة الملكية هدية تذكارية لسعادة وزير التربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر